بسم الله الرحمن الرحيم تحقق منفهم X7 أو جزاوية اتجاه كل منتجهين مع اتجاه الموجب لمحور X 7A و 7B طيب في البداية بس نكتب هنا هذا القبع الأول ثاني ثالث واخيرا الربع الرابع بالربع الأول نستخدم الثيتا فقط هنا ثيتا زائد 180 هذا القانونها ايضا هنا ثيتا زائد 180 واخيرا ثيتا زائد 360 فقرة 7A نوجد A والB A يساوي سالب 6 والB يساوي 2 لإيجاد الزاوية نمثلها بالقانون الثالث ثيتا يساوي معكوس 2 B على A B كم 2 على سالب 6 وهذا يساوي وهذا يساوي إذا سونا بالحسبة رح يطلع ناتج سالب 18 فاصلة 4 طيب الآن أو شي نحدد هنا هذه النقطة اللي هي سالب 6 النقطة سالب 6 2 هنا X وهنا Y أين تقع بأي ربع طبعا هنا هذا الربع هذا الـ X وهذا الـ Y الـ X بالسالب رح تكون هنا والـ Y بالموجب رح تكون هنا إذن تقع بالربع الثاني وبما أنها بالربع الثاني رح نستخدم أي قانون ثيتا زائد 180 إذن ثيتا زائد 180 إذن الزاوية زائد 180 الزاوية كم طاعت عندنا سالب 18.4 زائد 180 رح يكون الناتج 161.6 161.6 والـ 161 تقع تقريبا قلنا أنها بالربع الثاني رح تطلع رح تكون هنا إذن هذه هي الزاوية 161.6 طيب لتأكد نحلنا صحيحة وخاطئ نشوف هذه النقطة إذا تقع على المستقيم إذن نحلنا صحيح الـ X هنا بسالب 6 بسالب 6 تقريبا يطلع هنا والـ Y 2 هنا 2 يعني على المستقيم تقع إذن نحلنا صحيح فقرى 7B أولا نوجد A B A يساوي سالب 3 والـ B يساوي سالب 8 نمثلها بالقانون ثيتا يساوي مع كو 6 B على A B سالب 8 على A سالب 3 وهذا يساوي بالحاسبة تقريبا 69.4 69.4 طيب النقطة هذه هو شيء وين تقع بأي ربع سالب 3 وسالب 8 X سالب 3 هنا X وهنا Y X بالسالب هنا والY بالسالب أيضا هنا إذن تقع بالربع الثالث والربع الثالث قانون ثيتا زائد 180 ثيتا زائد 180 يساوي الثيتا اللي وجدناها 69.4 زائد 180 وهذا يساوي 249.4 249.4 إذن قيمة هذه الزاوية 249.4 للتأكد أننا صحيح وخاطئ نمثل هذه الزاوية بيانية هذه الزاوية تقع في الربع الثالث تقريبا بالشكل هذا تقع لأن هذه هي الزاوية الآن نأتي بهذه النقطة الX والY إذا وقعت هذه النقطة على نفس المستقيم إذا نحل لنا صحيح طيب الX هنا سالب ثلاثة سالب ثلاثة تقع هنا والسالب ثمانية في الأسبب ستقع هنا بما أن النقطة وقعت على نفس المستقيم الممثل للزاوية إذا حلنا صحيح سالب ثلاثة